خطة التطهير في أوكرانيا وصلت إلى مراحلها النهائية بنسبة 98% حيث تمت إقالة نحو ألف شخصا من كبار المسؤولين بحسب تقرير لوزارة العدل الأوكرانية قانون تطهير السلطات في أوكرانيا دخل حيز التنفيذ قبل عامين وبعده خضعت جميع أجهزة الدولة للمراقبة التطهير تم في قطاعات الضرائب والجمارك والنيابة العامة حيث شغل الكثير من المسؤولين مناصب عالية أثناء حكم يانوكوفيتش وحتى خلال الحقبة السوفيتية في إطار التطهير من المتوقع أن تشهد البلاد تحسنا في أداء العديد من القطاعات الأخرى فيما يتعلق بتفتيش الممتلكات وعمالة التطهير بهذا المبدأ نحتاج إلى تشريعات وسلطات جديدة في مجال مكافحة الفساد فضلا عن أعلان هذا الأمر الكترونيا هذا الأمر سيساعدنا على كشف أولئك المسؤولين الذين لا يفسرون مصادر دخلهم وسيضمن فعالية لقانون التطهير اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر